وَأَمَّا خِرَاءَةُ السُّورَةِ مِنْ آخِرِهَا إِلَى أَوَّلِهَا يعني مصيبة هذه انتبهنا كيف؟ يعني مثلا بيجي بيقول من الجنة والناس بعدين يقرأ الذي يوسوس في صدور الناس انتبهنا يقرأ آيات بالمقلوب هذا لا يصح البتة لا يصح البتة ومع الأسف أحيانا في بعض يعني اللي بيحبوا المهارات في القرآن وكذا بيقول له شو الأيلي قبلها ما شو الأيلي قبلها شو الأيلي قبلها اسأله عن التي بعدها ربي أنزل القرآن هكذا ما أنزله هكذا فحتى في المسابقات لا أرى ذلك أبدا إن كان ولابد وأردتم يعني المهارة في الأمور هذه فاقرأوك على ترتيب الذي رتبه الله عز وجل ما تقول له التي قبلها قل له التي بعدها وَأَمَّا قِرَاءَةُ السُّورَةِ مِنْ آخِرِهَا إلى أَوَّلِهَا فَمَمْنُوعٌ مَنْعًا مُتَأْكِدًا هذا كلام النووي فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز الضروب جمع ضرب بمعنى نوع أنواع الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات رب جل جلاله له حكمة في ترتيب الآيات وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس الإمام مالك صاحب المذهب يعني أنهما كرهاء ذلك كلمة كرهاء ذلك في عند قدماء الفقهاء تعني التحريم تعني التحريم وأقرب إلى التحريم لا تعني الكراهة يعني لا تعمل هيك الله يغضى لك لا لا هي عندهم أشد أشد هي تقريبا الحرمة لما بتجي العبارات عن قدام الفقهاء الرعيل الأول من الفقهاء كمالك رحمه الله إذا قيل كره كذا يعني حرمه لأن المصطلحات ما كانت استقرت في ذاك الزمان أنهما كرهاء ذلك وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم إيش هو قراءة آيات السورة بالمقلوب والعياذ بالله هذا يقول مالك هذا عظيم يعني هذا أمر عظيم وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله طبعا واحد بده يعلم صبيان صف أول ابتدائي ولا تاني ابتدائي ولا قبل الأول ابتدائي بده يعلم من سورة البقرة أي قالوا ذلك أيها الإخوة كلنا كنا أطفالا وعلمونا أول شيء الفاتحة وبعد الفاتحة علمونا قل أعوذي برب الناس قل أعوذي برب الفلاق قل هو الله أحد يعني صعودا وفي مجالس متعددة صعودا لأنه هذه السور يعني جل جلاله والله جعلها قصيرة تسهيلا على شباب الأمة وصغار الأمة ذكورا كانوا أو إناثا وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن يقول النووي فحسن ليس من هذا الباب فإن ذلك يعني تعليم الصبيان مثلا أول درس أعطاهم الأستاذ قل أعوذي برب الناس الدرس القادم سمع لهم ياها أو اختبرهم فيها وعلمهم قل أعوذي برب الفلاق الدرس اللي بعده سمع لهم قل أعوذي برب الفلاق وعطاهم قل هو الله أحد انتبهنا هي مجالس مختلفة ليست مجلس واحد ولا عم يتعمدهم أن يقرأوا القرآن منكوسا فإن ذلك قراءات متفاصلة في أيام متعددة متفاصلة يعني مفصول بعضها عن بعض فإن ذلك قراءات متفاصلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم يعني سبحان الله جل جلال الله على ترتيب المصحف الشريف كلنا نجد بأن بلاد المسلمين أجمعين لما تعلم الصغار تعلمهم من قصار السور في حل سهل أنه مثلا المعلم يعلمهم قل هو الله أحد بعدين الفلاق بعدين الناس بعدين مثلا دروس الأخرى يعلمهم إذا جاء نصر الله الفتح بعدين تبت يدا أبي لهب وتب المجلس اللي بعده يعلمون إنا أعطيناك الكوثر قل يا أيها الكافرون يعني انتبهنا كيف يعني عم يطلع فيهم صحيب المقلوب لكن بحسب ترتيب المصحف هذا يكون أخف تتوفر جميع مؤلفات فضيلة الدكتور على الموقع الإلكتروني www.gothani.com ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر